صلاح القلوب وأوشك شهر الخير وأقبل علينا شهر الخير شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه شهر رمضان شهر هداية فمن أدرك رمضان حلت على قلبه سكينة خاصة بالشهر وعلوم لا تفتح إلا في هذا الشهر إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ونادى المنادي من قبل الله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر أحبابي شهركم شهر توبة وإنابة ورمضان نقطة بداية له ما بعده من أول رمضان تختلف الحكاية من أول رمضان يستطيع الإنسان أن يتشجع على الهداية حقيقة 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 وواقعة للأسف الشديد أن كثيرا من الناس يستحيون من الحق يخجلون من التوبة واقع لأن المؤمن غريب لأن المسلم حين يتدين يصبح غريبا بين الناس في زمن العجائب والغرائب في زمن عجائب القلوب وغرائب القلوب في زمن التبجح بمعصية الله والتبجح بالتبرج والتبجح بالمخالفات والزنوب يستحي أهل الحق من التوبة دولا أنا مكسوفة لبس النقاب أنا مكسوفة في لحيتي مكسوفة ما مدش إيدة سلم على حد أنا مكسوف أقصر طيابي وتوب من الإسبال وجئتكم اليوم يا أحباب لأبشركم بهداية رمضان بتوبة وإنابة رمضان رمضان في حياة كل متدين ملتزم كان هو نقطة البداية وأول رمضان في حياة إنسان ملتزم ومتدين كان أفضل وأجمل وألز رمضان في حياته سيعيش طينة حياته يقول أول رمضان بعد الالتزام كان له مذاقه كان له طعمه كانت له أنواره كانت له حياة في القلب هذه الحقيقة لهذا تعالوا يا أحبابي نحفز على هذه الهداية ونحمس إليها وأبدأ بالظاهر ذلك أن الله الأعلم بالضمائر أن الله الأعلم بالسرائر أن الله الذي يعلم أخفى من السرائر اللطيف عز وجل يحب أن يرى سمت عبده سمتا صالحا صالحا وهيئة صالحة والمظهر يخبر بالجوهر والمظهر أمارة على الجوهر حين يقال إن الدين ليس إن الدين قشور ولباب فمن أخذ هذا الدين من قشره لم يتدين ويستدل تدليسا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ويحزفون بقية الحديث كلمة تقيمه وتظهره يقول لك الدين مش باللحية الدين مش بالنقاب العملية مش بالقشور القشر أفضل ولا اللباب لا 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 الدين ليس قشرا ولبابا الدين سمت وجوهر الدين عنوان وحقيقة السمت العنوان ليس اسمه شكليات لا السمت كفاح وجهات الهيئة مقاومة ومجاهدة الزينة تدين قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد إن السمت إن المظهر إن العنوان إن الصورة لها خالق لها مشرع خلق وشرع خلق وأمر قدر وأراد ألا له الخلق الأمر وربك يخلق ما يشاء ويختار فالله الذي خلق صورتنا وخلق أشكالنا سبحانه أمره بأن تستر أشياء وتكشف أشياء ملك وهذا شأنه واختار عز وجل اسم العورات عورات تكون كذا وكذا وكذا وكذلك اختار سبحانه وتعالى طريقة في الهيئة وطريقة في الصورة والسمت يدل على الجوهر ليس بالضرورة السمت هو الجوهر ولكن هو على الأقل أمارة على ذلك أول الأمر أن نقول هل حق الله في شعري أمرا أم لا حق ربنا يقول أسطر إيه وأكشف إيه ولا لأ من حق ربنا يقول أحلق إيه وأترك إيه ولا لأ من حق ربنا ولا مش حقه إنه الملك إنه المهيمن إنه العظيم إنه الجليل إنه الله عز وجل لهذا لما أسبل رجل ثوبه وقال له النبي عليه الصلاة والسلام ارفع إزارك تعال لأ ببعض أشياء هي الموضة كده أصلي بتكسف إن أنا أسره أصلي هو الترزي مش أنا والله ده هو الترزي ما سمعش الكلام ده هو الحلاء والله مش أنا مش أصدي ده هو الحلاء اللي عمل كده بما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمة لو وزنت بكل زينة الدنيا لو وزنتها قال كلمة فاصلة في الإيمان به صلى الله عليه وسلم قال أما لك في أسوة أما لك في أسوة أما لك في أسوة انظر إلى الكلمة ما أجلها ما أعظمها هل نستغني عن التأسي بالحبيب صلى الله عليه وسلم هل لنا غيره نتأسى به من أجل موضة من أجل الناس من أجل نفسي لا والله وحاش لله ومعاذ الله أن نتأسى بغير حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا حبيبنا لو لم يكن الإسبال من الكبائر والله لو لم يكن الإسبال حراما والله لو لم يكن الإسبال في نهي النبي عليه الصلاة والسلام وكان على سبيل الجواز لا أقول الكرهة لو كان مشتبها كما يظن البعض أنه فقط للمتكبرين أما غير المتكبرين فلا والله لو لم يكن في الإسبال إلا تركه التأسي لكان بغيضا إلى القلب ممتنعا عن الإنسان مش ممكن أنا زعلانا فيه ناس بتقول أنا زعلانا فيه ناس بتقول طب ويعني الإسبال الإسبال دل هو إيه فهمنا الإسبال هو إطالة الملبس عن العقب إطالة الملبس عن القدم بحيث ينزل ينزل عن الكعبين الكعب هو الجزء الناتئ في القدم الجزء الناتئ العظمة الناتئة في القدم قبل الكعب والعقب في الأسفل هذا هو الكعب أصلا قال ما أسفل الكعب في النار وقال على دل على دل 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 اختلاف العقوبتان اختلاف العقوبتين دل على أن الإسم الأول أهوى من الإسم الآخر دل على أن الإسبال من غير كبر هو زنب أقل من الإسمال باستكبار إنسان يطول هدوء من غير كبر ده حرام ما أسفل الكعبين ففي النار لم يقل عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين خيالاء لا فما ينفعش يتقال أن هذا الحديث يفسر هذا الحديث وأن لا إسبال محرم إلا ما كان خيالاء ما ينفعش ليه لأن عقوبة الإسبال بخيالاء تختلف عن عقوبة الإسبال من غير خيالاء الإسبال من غير خيالاء حرام الإسبال مع الخيالاء أشد حرمة الدليل قوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل الكعبين ففي النار وقوله عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عدام أليم المسبر إزاره خيالاء والخيالاء الاستكبار والعجب والغرور حتى إن اختلف ذلك في زماننا إن ظن الناس أنه اختلف في زماننا يصبح استكبارا على أمر النبي عليه الصلاة والسلام والحقيقة أحباب أن زماننا زمان الخيالاء بالإسبال بل والإسبال وتقصير الثياب من أجل الموضة أما من أجل السنة فلا هذا حكم الإسبال حكم الملبس أحكام الملبس ماذا يلبس الرجال وماذا يلبس النساء لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال من تشبه بقوم فهو منهم نهين عن التشبه بالكفار أو التشبه بغير جنسنا حين ننهى عن التشبه بالكفار لا يقال اللبس ده الجاكت ده صيني البنطلون ده تركي البنطلون ده أمريكي البنطلون ده ألماني هنا ليست العبرة بمصنع الملبس مادينه وإنما العبرة بأن يكون هذا الملبس صفة أهل هذه البلد في بعض بلاد أوروبا يحظر ويمنع لبس لبس البنطلون الجنز ويعاقب لابسه بالحبس لأنه تشبه بالأمريكان انظر إن اعتزاز الأقوام بملابسها عاد في كل الأرض لسنا بدعا ولا ندعو للتخلف والرجعية ومن قال أن الأول أشد تخلفا ورجعية من الحديث من الذي قال ذلك واقع المدينة المنورة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أم واقع أكثر الأمم تقدما وتحضرا اليوم إنما الأمم الأخلاق إنما الأمم الأخلاق ما بقيت بقية الأخلاق والأصول هي الأمم الاحترام والوقار والجمال والحشمة هي الأصل وهي القيمة إذن الإسبال حرام إذن التشبه بالكفار حرام ثم إعفاء اللحية إعفاء اللحية فرض قال الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم إذن التشبه بالكفار حلق اللحية حرام الذي يحلق لحيته يأسم وهذا ليس من تفضيل أحد على أحد هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليم كثيرا فحلق اللحية حرام إنسان الذي يحلق لحيته يتشبه بالنساء يتشبه بالكفار يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزمن نقول يتشبه بالمخنسين يتشبه بالشواز قال رجل ناعم لا هل يعذر إنسان في حلق لحيته من الطرائف ما أجاب به بعض الشيوخ قال الإنسان الذي يعذر بحلق لحيته المرأة الرجل يعفي لحيته قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي سيدنا هارون وكل الأنبياء كان عندهم لحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحيته تملأ صدره صلى الله عليه وسلم وكانت تعرف قراءته في الصلوات السرية من اهتزاز واضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم تسليما كثيرا فحلق اللحية محرم قال الإمام مالك وحلق اللحية لا يجوز وهو مثلة وبدعة ويؤدب من حلق لحيته إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شاربه يبقى حلق اللحية حرام الإنسان اللي ياخد قرار في رمضان إنه من النهار ده هيا في لحيته ده إنسان تاب إلى الله من العمل بالحرام ده إنسان تاب إلى ربه عز وجل من محرم كان يفعله عايزين كلنا ننوي إن إحنا نشجع بعضه على اللحية نشجع اللي بيتوب جديد عن اللحية نشجع الإنسان اللي تظهر في وجهه لحية نقول له ما شاء الله وجهك نور أم المؤمنة عيشة رضي الله عنه وارضها كانت تقول سبحان من زين وجوها الرجال باللحة سبحان الله اللحية نقطة تميز وجمال في وجه الرجل إذا رأته المرأة يبقى عايزين نشجع بعضه على اللحية في رمضان اللي أعفى لحيته بقى شيخ آه بقى شيخ هو اللحية هي يعني الدين اللحية من الدين وبقى شيخ مش معناها مسئولية تحطط على كتابه هو ما بقى الشيخ من حيث إنه بقى عالم أصدق إيه يعني إنه بقى عالم بقى داعية لا اللحية مش علم التدير وتعلم العلم هو دا اللي أهل إنسان للدعوة إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرك لكن بقى إنسان بيقول أنا متدين أنا ما عملش الزم أنا ما عملش الزم بالظاهر وأوجاهر بالزم أنا أعينوني على الطاعة للمعصية فالليا في لحيته ما نخوفهش بإنه هو بقى شيخ يعني أنت مش قدها أنت مش قد اللحية لا أنت قدها أنت مش مطلوب منك حاجة أنت المطلوب منك ما تمدش إيدك على ربنا صنعه وترضى بيه دا خلق الله عز وجل وخلق الله جميل وزي ما بيقول شيخنا الشيخ محمد حسن ربنا يحفظه اللحية مش أنت اللي بتربيها دا هي اللي بتربيك دا رب دقنه رب دقنه الحقيقة أن هي اللي بتربيه بتربيه ليه عشان لما بيعمل زم بيتقله انت شيخ انتقل الله في شيخ يعمل كده عيب على دقنك صح فاللحية دي تخلي الإنسان يتوب إلى الله عز وجل ويستقيم وكذلك النقاب النقاب واللحية لهم أثر على الإنسان اللي بيتدين رمضان دا خلاص من أول رمضان مش هنمد إدينا على دقنين خلاص من أول رمضان خلاص هتلبس النقاب من أول رمضان ما فيش إزبال للسياب تاني من أول رمضان طب المنتقب ببقى من أول رمضان خلاص هنلبس البيشة والجواندي وشرب لسويد من أول رمضان ما فيش ألوان خلاص هنلبس السواد بتاع أمهات المؤمنين اللي الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيشوفهم لبسين هنلبس السواد اللي هو شعار شعار التدين وشعار الصالحات شعار أمهات المؤمنين شعار الإنسان المتدينة الملتزمة إعفاء اللحية والظهور باللحية والتمسك باللحية تدين تدين تقبلوها من الناس بشروهم أنا عايز أقول لكل أب ولكل ابن بيمنع والده من اللحية أب بيمنع ابنه من اللحية أخ بيمنع أخوه من اللحية حد بيمنع حد من اللحية عايز أقوله وأين الله وأين الله أنا خايف عليه لأ ما تخافش عليه ما فيش حد بيتئذي بسبب دأنه ولو حصل هياخد حسنات من ربنا المريب مريب الغلطان غلطان طيب اشتبهه فيك بيشتبهه في ملتحين وبيشتبهه في غير ملتحين احنا في عشرين تلاتة وعشرين مش حقيقي اللي كان بيتقال قبل كده في ملتحي ممكن يشتبهه فيه وملتحي ما يشتبههش فيه وفي حليق يشتبهه فيه وحليق لا يشتبهه فيه خلاص خلص الكلام اللي كان بيتقال الأول الوضع مختلف يبقى ده في الشبهة ابتداءا طب اشتبعوا فيه مش بالضرورة يتأذي البريء في الغالب ربنا بينجين اللي اللي مشيه مش غلط اللي مش بيعمل حاجة غلط في الغالب ربنا بينجين في مظلومين أيوة في مظلومين والمظلوم ده بياخد حسنات لو يوم القيامة شاف الحسنات اللي خدها دي مش هيندم انه هو أعفل حيث يبقى اتفقنا على الأصل الأصل خلاص ان التدين هو الأمان أصلا ان التدين هو القربة والأمان عايزين كلنا نحتسب عند الله عز وجل بالتوبة ان احنا بنقرب من ربنا ونرجو منه انه هو المؤمن أن يؤمن سبحانه وتعالى اللي بيقول لابنه احلق ده انك علشان الشغل طيب ده الشغل ده حلال لو شرطه ان انا احلق لحيتي يبقى الشغل ده حرام حتى مع انفكاك الجهة ليه؟ لانه شرط شرط ما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم خلاص يبقى شغل انا مش حتيجي إلا لما تعمل حرام خلاص يبقى اتمنعت عنك أما كون الضرورات تباح المحذورات الضرورات المهلكات الضرورات التي لا بدائلة لها لكن أما مجرد امتحان بتعدي عليه في حياتك اختبار أما امتحان تعد عليه في حياتك اختبار زي أي اختبار في الحياة فهي دي طبيعة الحياة ولا نبلو أن نكون بشيء بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمارات وبشر الصابرين فيا كل أم خايفة على ابنها لا ما تخفيش سبيه سبيه وربنا يحفظه احتسبيه خافي عليه أنه ينحرف يروح معه حد عايز يضر البلد ويئزي البلد ويضر المجتمع ويئزي المجتمع ويضر الدين ويئزي الدين خافي عليه أنه يبقى غالي متطرف صح فاتطمني عليك بيسمع مين بيحضر لمين اسمعي معاه اسمع معاه احضر معاه فيش أسرار لو لقيتهم بيتقابلوا بشكل سري يبقى ده شيء مريم بيتقابلوا وسمحين لك تقعد معاهم خلاص اتفرغ على المحاضرات اللي بيتفرج عليها اتفرج على الدروس اللي بيقولها شوف الأقوال والأفعال دي أثرها إيه أثرها قالك أنت كافر أثرها قال لأمه أنت مرتدة أثرها قال عايز أفجر عايز أعمل ولا أثرها قال أنا آسفة أبيه لكل مرة كنت أعقبك فيها لقيت أثر ده عليه أنه هو بيبوس رجل أمه وأبوه علشان كده أنا بقول لكل واحد متدين جديد لسه ما جناش جنب المنتقبة خالص لأن المنتقبة ببقى دي واحدة متعلقة بالشرف والعرض مش بس تدين وأقبال على الله وإن كان للمنتقبة حظ من كل اللي قلنا ده لكن لها جانب أشد حشمة من الكلام عن اللحية الظاهرة الجميلة دي فأنا بقول لكل واحد ملتزم جديد سواء ملتحي أو منتقبة أخلاق التدين محسوب عليك التفوق في التدين لعلاقة بالثبات لو لقاك متفوق ولقاك مؤدبة ولقاك مسارع في خدمة بيتك لكن لسه بنتخانق على مين اللي نزل القمامة لسه بنتخانق مين اللي ينظف المطبخ لسه بتتخانق مع بعض لسه المشاكل هي هي يبقى فين التدين مش عايزين لحية دي مش عايزين لقاب ده احنا من ساعة اللبس الجنبية دي من ساعة اللبسة النقاب ده وإحنا شايفين تعالي وغرور وكبر وتكفير وكل شيء غلط غلط حرام حرام قد بالك انت عفيت لحيتك عشان عندك نقص عايز الناس تحترمك لأ صحح نيتك تتواضع انت تبست النقاب ليه علشان تقولي دو الغلط دو الغلط لأ اللي تبقى دي بيأكلوا فيها معصية ده هنا في اقتلاط يعزومها فيها مشاكل ده مش عايز ايه انت عايز تبقى زعيم انت عايز تبقى زعيمة لأ صحح نيتك تتواضع وتخبت قالوا نعز وجل وبشر المخبتين المخبت اللي نار أنا انطفت الإخبات الانطفاق وبشر المخبتين حطم صنمك مع اللحية انت عايزة يسمحولك بالنقاب انت عايز يسبوك في حالك بعد ما عفيت لحيتك لازم تبقى مبالغ في الأدب لازم بقى عندك مبالغة في حسن الخلق لازم بقى عندك مبالغة في البر لازم يتشاف كده انك بتلمعي سقف البيت بتكوي الشربوت بتلمعي مدلية أبي تفاصيل في النظافة والجمال والإتقال والبر والتواضع ولو انت أو انت ربنا موسع عليك في شغلك مثلا شغال شغالنا يبقى تفاصيل في الكرم والبر والعطاء النقاب بقى النقاب دا ستر عورة النقاب دا ستر عورة وجه المرأة عورة على أرجح قولي أهل العلم النقاب دا ستر عرد وستر شرفي ما يلقش بأب انه يمنع بنته بالنقاب ما يلقش بأخ انه يمنع أخته من النقاب ما يلقش بزوج انه يمنع زوجته من النقاب دي بتقولك أنا أحتفظ بجمالي لحلالي اوعى تحرمها من الستر دا بيبقى خاطرها مكسور جدا اللي نفسها تتستر وبعلها وأبوها وقائد حياتها بيقول لها لأ تكشفي مشكلة دي مش زي اللي ايه مش زي اللي بياخد فلوسها دي مش زي اللي بيغصب عليها تخدم أمه دا قلم تاني دا قلم تاني اللي بيغصب عليها تقلع اللي بيغصب عليها تتكشف انت مش حاسس بالهوى اللي جاي على وشها دا سككين دا لو دا لو مش عورة دا لو ربنا ما شرعش النقاب حقها لحمها وشها هي خلي في قلبك رحمة خلي في قلبك غيرة خلي في قلبك شوية كرم انسان عايز يعمل كده تقوله مش من حقك سبها تتستر سبها تتستر سبها تتدارة دي واحدة مؤمنة انها بتاخد زنوب على كل انسان بيشوف بشرتها سبها تتستر خلاص خلصت ايام النظر للمنتقبة على انها متخلفة جزى الله خيرا كل منتقبة متفوقة في حياتها خلتنا النهار دا نرفع رأسنا ونقول النقاب مش تخلف ياما متبرجات متخلفات راسبات صيع وضيعين وارخاص ياما وياما منتقبات متفوقات عفيفات صالحات وحدة امنت بقول اللعزة وجل يا ايها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك ان ان يعرفن فلا يؤذين ذلك ان ان يعرفن يتعرف ان دي حرة يتعرف ان دي صالحة يتعرف ان دي متدينة يتعرف ان دي بعيد عن ربنا قلاص احنا شفنا اللي عايزة تخبي التسول في النقاب اللي عايزة تخبي قلة الادب والتبرج في النقاب اللي عايزة تخبي كل ما تظهر قدامك انسانة فاجرة بتبيع جسمها ولبس انقاب متسولة بتحترف التسول ولبس انقاب ده يقولك ان النقاب ده كنز ده يقولك ان النقاب ده شرف وليضربنا بخمرهن على جيوبهن ليه عشان تدارى الفجرة بتدارى تحت النقاب ده معنى ايه ده معنى ان النقاب ده امارة العفة والطهر ده معنى ان النقاب ستر ده معنى ان النقاب عفاف وصلاح علشان كده يا كل ام بنتها عايزة تلبس النقاب وبتمنعها انا عايزة اقولك كل ما تكوني عظيمة كل ما قلبك يتسع ان بنتك تعمل حاجة انت ما عملتهاش هي البنت اللي تعمل بسبوسة احسن من موتها تبقى وحشة هو انت لو شفت بنتك بتعمل الملوخية اطعم بتاعتك تزعلي ولا بتفرحي بتفرحي لما بنتك تعمل جزحة مام ماشوي ولا محشي احسن منك تفرحي ولا تزعلي اوعي تطوعي الشيطان اللي جواكي اللي رافض ان بنتك تعمل حاجة احسن منك سيبوهم سيبوهم يقربوا من ربنا قبل رمضان سيبوهم هم اعلنوا توبتهم في رمضان سيبوهم يتعبدوا لله عز وجل في رمضان والليحية دي وراها حفظ قرآن ووراها امانة وتقوى الله وغضة للبصر وحسن الفرج وتوبة من العادة السيئة والعادات القبيحة كلها والنقاب ده تحت منه حسن خلق وتحت منه تدين وتحت منه حفظ قرآن وتحت منه امانة وتحت منه معاملات صالحة وتحت منه هداية ورشاد وتحت منه عدم اختلاط عايزين في رمضان السنة دي لما نشوف لحية جديدة نقاب جديد نقول ايه ما شاء الله اللهم مبارك مبارك عليكم الهداية فعلا رمضان بيأثر على الناس بالهداية والالتزام والصلاح ألقاكم في الأسبوع القادم مشيئة الله على حب الله وعلى طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله